إذا شكيت من الأعراض أن الحالة بتاعتي لوكيميا لازم أعمل اختبارات تأكيدية زي الـ CBC وزي الـ PBS complete blood count and preferable blood smear حلاقي بقى الرزولت بتاعتي بتأكد لي إن الحالة بتاعتي فعلا الشكل شكيته وكان في محله حلاقي ليكوسايتوزس يعني حلاقي خلاة دام البيضاء عددها جتير ليكوسايتوزس يعني أكتر من الطبيعة أكتر من 11000 في معظم الحالات in the most of the cases حلاقي بلاست and immature cells حلاقي خلايا غير ناضجة زي الـ pluses والـ other cells زي الميلوسايتز في الـ white blood cells وكمان حلاقي immature red blood cells يعني nucleated red blood cells طيب يبقى أنا لو لقيت immature white blood cells and immature red blood cells يبقى معناها أن أنا عندي حاجة اسمها ليكو إريثرو بلاستيك ريكشن أنيميا لأن بومارو حيتأثر بالسرطان وكون نورموسيتيك نورموكروميك في معظم الحالات ثرومبوسايتوبينيا لأن بومارو حيتأثر بالسرطان هيقل إنتاج الخلايا الطبيعي طيب لو نشوف الصورة عندنا هنا هذه الخلايا اللي أنا أقول عليها الخلايا اللي أنا شارع عليها بالسهم دي دي بلاست بلاست فيها نيكلولاي جوه شايفينها بعلم عليها للمرة التانية طبعا في واحدة زيها برضو هنا بلاست كل الخلايا اللي موجودة في الشريحة رقم واحد خلايا إماتيور وايد بلات سيلس معظمها بلاست أو كلها تقريبا بلاست طيب لو شفنا الشريحة التانية هنلاقي في خلايا إماتيور بس بعد البلاست اسمها ميلوسايت وميتامايلوسايتس وعندي إماتيور ريد بلات سيلس نيوكلات ريد بلات سيلس نورمو بلاست لما بلاقي إماتيور ريد بلات سيلس اللي هي النورمو بلاست مع الإماتيور وايد بلات سيلس اللي اتنم مع بعض دول بيعملولي حاجة اسمها ليكو اريثرو بلاستيك راكش ليكو اريثرو بلاستيك يعني إماتيور ريد مع Immature White لكو أبيض ورد Erythro Plastic